اشتركوا في القناة بين الاشقاء على ارض اليمن دفاعا عن الحق والشرعية فكانت ارقى صورة للتلاحم الاخوي واكبر دليل على وحدة المصير المشترك الذي يجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة مؤكدا مع لي ان اليمن من الدول التي يحتفظ التاريخ بمواقفها الداعمة لاشقائها عموما ولمملكة البحرين على وجه الخصوص وهي مواقف ستظل محل اعتزاز من قبل جميع ابناء البحرين الذين يكنون كل تقدير وحب لليمن وشعبه الشقيق وشدد مع ليه ان على ان مملكة البحرين لن تتوانى عن انجاز كل ما فيه خير وصالح اليمن وستكون داعمة وبقوة لأي مبادرة من شأنها تعزيز وحدة اليمن واستقراره وانها ستواصل مشاركتها في التحالف العربي حتى يتحقق الامن ويعود السلم للجميع في انحاء اليمن وبما يمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة وسيادتها على كافة ارجاء اليمن كما ستستمر المملكة في مساهمتها في كل الجهود الانسانية الرامية الى تخفيف معاناة الشعب اليمني واشار معلش خالد بن احمد بن محمد الخليفة الى ان الظروف الاستثنائية بالغة الدقة التي يمر بها اليمن تفرض مسؤوليات جسام في بدل مزيد من الجهد وتكثيف المشاورات من اجل تحقيق امالي وتطلعات ابناء الشعب اليمني الشقيق بالعيش في امن ورخاء مشيرا معلي الى انه لا حيادة عن الطريق الواضح والواجب للعملية السياسية في اليمن لكي ينعم جميع اليمنيين بالسلام من خلال التقيد بقرار مجلس الامن الدولي الفين ومائتين وستة عشر والالتزام بوخراجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ترجمة نانسي قنقر